ثمانية صواريخ وفقا لمصادر إقليم كردستان أطلقت على أهداف في أربيلة وضواحيها أبرز تلك الأهداف مطار أربيلة الدولي وهو ما أدى إلى تعليق حركة الملاحة الجوية فيه في حين سقطت خمسة صواريخ في طبعا بعض الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين كحاي وزيران والأربعين حصيلة الهجوم وفقا للتحالف الدولي قتيل وستة جرحى بينهم جنديون أمريكي هذا الهجوم وفقا لبيان وزارة الداخلية الكردستانية بدأ الساعة التاسعة والنصف من ليل أمس مصادر الحدث أكدت طبعا العثور على الشاحنات التي استخدمت في إطلاق الصواريخ كما عثرت الأجهزة الأمنية على أربعة صواريخ من نعكة يوشا لم تطلق ووفق شهود عيان من من كانوا قريبين من موقع الحادث فقد أطلقت القنصلية الأمريكية صفرات الإنذار في حين نقلت شبكة عداو عن مسؤول أمني قوله إن معلومات موثوقة تفيد بأن الصواريخ قد أطلقت من قبل الحجد الشعبي من منطقة قرب الدبس وبالفعل تبنت ميليشيا تطلق على نفسها سم سرايا أولياء الدم الهجوم الصاروخي داعية لخروج الجيش الأمريكي من العراق بدوره نفى محافظ نينوى نجم لجبوري أن تكون أي من الصواريخ التي استهدفت إربيل قد انطلقت عمليا من نينوى شكرا لكم